شاعتين نوم شاعتين مشاركة ولا تفكرت ماجس لا بس أنا عندي بندر في نقطة مهمة نديك ما يهروا العبث صحيح في نقطة مهمة يمكن أبو صايب ذكر أنه تكليف الكابتن حاتم وتكليف عدد من اللاعبين ويمكن حتى محمد قال أنه هذا يمكن ثاني أو ثالث لاعب في نقطة مهمة أنه إحنا تابعنا عدة تكليفات ولكن أيضا مثل ما في مرونة في التكليف أيضا في مرونة في المحاسبة وفي الإعفاء وهذه نقطة مهمة جدا في كثير من القرارات التي تتخذ إذا لم تكن تصادف أهلها بالتأكيد على طول في تغيير وفي تعديل يعني أنا أذكر لما مثلا وضع الزميل مسلية المعمر في رابط الدوري المحترفين كان الكثير من التسالات وأنا قلت في الحلقة هذه قلت أنه هذا يعني تكليف إذا لم يثبت الشخص جدارته سيجد نفسه خارج لهذا صحيح يعني ما يعتقد البعض أنه والله هذه مثلا مؤامرات ولا هذا مدرمين ولا هذه قرارات هي في توجه لللاعبين وهذا شيء صحيح شاهدنا حمزة أدريس شاهدنا نواف التمياط شاهدنا مجموعة لعبين لوأي السبيعي يعني كله الناس أبناء اللعبة ولكن إذا لم يعني يثبت هذا الشخص كفاءة وجدارته فإنه يتم إبعاده فورا ويتم تغيير هذه القرار وتعديل القرار وهذا شيء ترى قليل من الناس أنا أذكر لما وقيل باوزة تحدث قلت أنه كثير من الناس يتعاقد مع مدربين ويتخذ قرار ويصر على رأيه ولكنه يجد صعوبة أو لا يستطيع أو يكابر في أنه يعدل أخطائه أو يعدل قراراته أو يتعاطي أو يعالج الوضع بالطريقة التي تتناسب مع ما يريد فإذا تعاقدت مع بعضهم يتعاقد مع مدرب خلاص هذا حسب مدرب في العالم كل شيء فاشل إلا هو الفشل منكم أنتم هو كويس المشكلة في شيء ثاني لكن هذا ما عنده جاء بأي شخص نجح هذا المطلوب ما نجح أو تواحد ثاني بداله ما في يعني تعصب وتمسك بالرأي وتحذب للتوجه ومجاملات ما عندك مجاملات هناك بحث على المصرح العامة نجح الشخص أنا توسمت في هذا الرجل الخير إذا ما نجح هذا هو مطلوب ما نجح مع السلام بداله غيره شاهدنا كثير من القرارات حتى اللاعبين مشاهير شاهدنا مثلا سامي أبعد من الاتحاد الكرة شاهدنا ماجد أبعد من المنتخب شاهدنا باوزة أبعد كثير من القرارات اللي اتخذت وبنفس السهولة اللي تم فيها تعيينهم تم إبعادهم وهذا يعطيك انطباع وراحة أنه بالفعل البحث عن المصرح العامة هي الأساس وليست فقط محابات زيد ولا عبيد ولا مجاملة فلان ولا البحث عن أشياء خارج ما هو واضح في الصورة أنه اشتركوا في القناة